للاستشارات الأسرية والتربوية والتواصل مع الشيخ عبداللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة يسرنا تواصلكم عبر تويتر وأرقام هواتف البرنامج برنامج أسرتي نحو خياة أفضل وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلامة وتمحو الغبار لتجل الظلامة وتمحو الغبار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم أسرتي هذا البرنامج الذي نطل من خلاله على حضراتكم عبر شاشة قناة زاد العلمية في بداية هذا اللقاء وفي مطلع هذا اللقاء باسمي وباسمكم ورحبوا بضيف هذا البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبداللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة جدة حيكم الله بحمزة سلمك الله وأسعدك وحييك وحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين ومشاهدات وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا دائما على خير ويجعني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أمين مشاهدين الكرام هذه الحلقة بإذن الله تعالى تمتد بكم حتى العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى في الجزء الأخير من هذه الحلقة يمكنكم أن تشاركون استفساراتكم للشيخ وإتصالاتكم التي تودون أن تسألونها للشيخ عبداللطيف على أرقام الهواتف التي تظهر في ثنايا هذه الحلقة طيب بداية شيخ عبداللطيف هذه الحلقة عنولناها بعنوان الطلاق وسنتحدث عن الطلاق بعد أن تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن الخيانة وعن الفساد سواء كان من الزوج أو من الزوجة ماذا عن الطلاق شيخ عبداللطيف طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك وأنعم على سيدنا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ومصطفى أثني بالتحية لك أخي عمر أوحي إخواني وأخواتي وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم مفاتيحا للخير مغاليق للشر إن أذنت لي لي طلب أخي عمر فضل أن لا أجبتني إليه إخواني وأخواتي من المشاهدين ومشاهدات هم ركين في هذا البرنامج وهم أس نجاحه المشاركات منهم والمداخلات في الحقيقة هي بلثم هذا البرنامج والجمال الذي يكون فيه وبين طياته فإن أذنت لي أن نسمح لهم بالاتصالات طيلة الحلقة لعل الله أن يكون في ذلك خير لأن الفتوحات التي تأتينا من خلال أسئلتهم أظنها أنفع وأمتع للجميع أما موضوع الطلاق أخي الحبيب فالذي دعان للحديث عنه وفي الحقيقة إحصائية نشرتها جريدة الوطن في المملكة العربية والسعودية في الأسبوع المنصر تنسب هذه الإحصائيات إلى وزارة العدل صحة النسبة أو غير صحيح هذا شأن الجريدة لكني في الحقيقة وقفت مع هذه الإحصائيات وقفة لأن الإحصائيات مفجعة ومفزعة ومخيفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هذه الإحصائية كانت فقط لخمسة واربعين يوما لشهر ونصف فقط في بداية عام الف واربعمية وثمانية وثلاثين تقول هذه الإحصائية أن في المملكة العربية والسعودية سبعة وعشرين ألف حالة طلاق ستمائة وحالتين فقط في خمسة واربعين يوم بمعدل ستمائة وثلاثة عشر حلقة في كل يوم بمعدل سبعة وعشرين حالة طلاق في كل ساعة لا شك أن هذا مؤذن بشر كبير وهذه الإحصائية مفجعة ومفزعة وأن تتصور أن سبعة وعشرين يوما سبعة وعشرين ألف بيت من بيوت المسلمين تهدم في شهور معدودة ومحدودة أعتقد أن هذا ناقص خطر ينبغي أن نقف معه وأن نتحدث عنه وأن نبين ما هي الأسباب التي آلت بالناس إلى هذه النهايات المفجعة المفزعة التي هي في العقيقة هدم للأسرة وإذا هدمت الأسرة هدم المجتمع وإذا هدم المجتمع هدمت الأمة بصفة عامة فنحن نحتاج إلى أن نعيد الحقيقة البحث وتقصي وإجراء الكثير من الإصلاحات في حياة الأسرية بالذات في بدايتها قبل أن تبدأ حتى نمشي على صلاة المستقيم حتى تستقيم هذه الأسر على ما أمر الله عز وجل في الحقيقة بحث سريع في نسب وإحصائيات الطلاق في العالم العربي أو في بعض دول العالم العربي وإن كنا لم نلم بالجميع لكن في الحقيقة الإحصائيات وجدتها مفجعة والله بكل ما تعنيها الكلمة من معنى يعني على سبيل المثال مثلا إن أذنت لي فضل الشيخ مصر مثلا المعدل أن هناك 20 حالة في كل ساعة في كل ساعة تمر 20 حالة طلاق بمعدل 170 ألف حالة طلاق في السنة 170 ألف حالة طلاق 170 ألف بيت يهدم في كل عام جهاز التعبية والإحصاء في مصر سجلت حالة حالة طلاق في كل 6 دقائق يعني في كل 6 دقائق حالة طلاق بمعدل 240 حالة طلاق في اليوم الواحد تخيل 240 بيت علاقة أسرة ومن الطبيعي جدا أن ينشأ بهذا الفراق وهذا الطلاق خصومات صحيح خصومات بين عوائل وربما قبائل وربما أسر وربما تتسع الدائرة إلا ما هو أكبر من ذلك وأخطر في تونس مثلا تونس نحن نعلم أن عدد سكان تونس تقريبا 12 مليون ألف حالة طلاق شهرية في تونس بمعدل أربع حالات في كل ثلاث ساعات أربع حالات طلاق أربعة بيوت تهدم في كل ثلاث ساعات تمر وكما ذكرنا عدد سكان تونس يعني 12 مليون الإمارات محاكم دبي ذكرت أن هناك أربع حالات طلاق في كل يوم العراق مثلا حصائية مفجعة جدا 60 ألف حالة طلاق في كل عام 60 ألف بيت تهدم الجزائر كذلك نفس الرقم 60 ألف بيت تقريبا يعني حالة طلاق في كل 10 دقائق تمر 10 دقائق الآن ربما أخذنا من الحلقة 10 دقائق هدم فيها بيت الأردن مثلا 15 ألف حالة طلاق بزيادة سنوية ألف طلاق عن العام الذي قبله أيضا مؤذنة بخطر المغرب العربي مثلا حالات الطلاق في المغرب العربي في عام 2014 تقريبا 24 ألف حالة طلاق و254 حالة طلاق هذه إحصائيات في الحقيقة مفجعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى من أين أتى هذا كيف جاءت هذه الحالات المفجعة من الطلاق وانهدام الأسرة هنا لابد أن نتساءل ما السبب في هذا العطب لماذا وقع الطلاق بمثل هذه الأعداد التي من المؤسف أن أقول أنها في تنامي وزيادة لو أنها في انحسار وانكسار وتمشي إلى القلة لقولنا الحمد لله المجتمع يتحسن يتعافى يوما من بعد يوم لكن المصيبة أن القضية تتنامى تزداد يوما من بعد يوم وزيادة مضطلدة وزيادة أيضا الزيادة في حد ذاتها أيضا تدع هناك مجموعة جملة من الأسئلة تقول لنا ولك ولكل سائل وكل مستمع يقول لماذا هذا أكيد هناك أسباب نسب الطلاق هذه التي ذكرتها والإحصاءات التي ذكرتها كما ذكرت أنها نقوص خطر يقرأ الأبواب خلينا بالأحرى في هذا الموضوع طبعا المشاهدين والمشاهدات يعني طبعا لهم كثير من الأسئلة وكثير من الأطلحات التي يريدون أن يعرفوا لماذا ما هي الأسباب التي تدعون وتدعو هذه البيوت إلى أن تهدم ما هو السبب الذي يجع للزوج يقول لزوجته أنت طالق هناك أخي أمر مجموعة من الأسباب هناك أسباب قبل الزواج وحين الزواج في بداية الزواج ومع امتداد الزواج دعونا نتكلم عن البدايات قبل أن يبدأ الزواج أعتقد أن السبب الأساسي في الطلاق هو سوء الاختيار إما سوء اختيار الزوج لزوجته وإما سوء اختيار الزوجة لزوجها عند الزوجة لزوجها أي طبعا أم عبدالله من الزيار تبقى تأكيد عندها عندها سؤال أو شي طيب مع عبدالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ممكن تفضلي مع عبدالله الشيخ سألك الشيخ يسمعك وليس الصوت عندكم موخفص أرجو رفع الصوت شوية تسمعين كذا طيب ولا نرفع الصوت أكثر شوية شوية فقط عشان أنه بسمع طيب هو الشيخ يسمعك الآن تفضلي يطرح سؤالك تفضلي يا أخي الكريمة حياك الله يوم عبد الله تفضلي رعاك الله يا شيخ عندي سؤال بخصوصي عن الطلاق أنا متزوجة من سنتين وزوجي منعني من الإنجاب يعني هو بداية الزواج قلني أنا لست متعد حاليا ولكن بعد مرور سنتين طرفت منه الأولاد فرفض هذا الأمر وخيار مما بين أمرين إما أني يعني سبحان الله إني أطلق أو أتنذع من الأطفال فما حقن هذا الأمر وأرضي منكم نصيحة بوجه الله أبشري أبشري ما شمع عبد الله جزاك الله كل خير وياك يا معبد الله ما نقول يا شيخ هو مزوج له أولاد ما زوجة فانيا اتضحت الصورة واضح 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 طيب أبشري جزاك الله كل خير نجيبها منرجع السؤال إجابة عليها طيب أنا أقول يا أختي معبد الله أن من أساسيات الزواج المهمة والتي لا يعني أساس حياة أسرية متوائمة بين الزوجين أن يكون فيها ذريه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الولود الولود العؤود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيام الله جعل الأبناء زينة الحياة الدنيا فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من الأولاد لا حق له في ذلك مطلقا لا حق له يمكن يكون تنسيق أو ترتيب في تأخير وجود الأولاد يعني يرتب معها إما لأسباب صحية أو نفسية أو اجتماعية تأخير فترة محدودة لكن من حق المرأة أن يكون لها أبناء بل أنا أقول يا أختي الكريمة لو أن المرأة رفعت للقاضي الشرعي أن زوجها يمنعها من الزواج لا ألزمه بذلك أو لا فسخ النكاح لأن حق لها حق لها شرعي فأنا أقول يا أختي الكريمة الزوج لا بد أن يتق الله في هذا الموضوع ومن أعظم حقوق المرأة أن يكون لها أبناء حتى يعينوها على أمر دينها ودنياها فالزوج الذي يمنع زوجته بالكلية عن الأولاد لا شك أنه آثم بل يجوز للمرأة أن ترفع قضية نحو ضده في المحاكم الشرعية والقاضي الشرعي يلزمه بالسعي في التسبب في وجود الأولاد أو فسخ النكاح لا تريد أن تعرف لأنه خيرها ما بين الطلاق أو أنها تبقى على ما هو يريد لأنه لا تنجب له أولاد من حق المرأة أن تطلب بعد ذلك فسخ النكاح أو الخلع منه وأن يكون لها زوج آخر تبحث عن ما الله سبحانه وتعالى جعله سبب في سعادتها في دنياها وأخراها وجود الأبناء في حياة الأسرة في الحقيقة هو أصل أصيل ركن ركيم في تكوين الأسرة أصلا يعني لماذا يتزوج الرجال بالنساء فقط لقضاء الشهوة والوطر لا امتداد الأنسال والأجيال وتعاقب الأمم إنما يكونوا بالزواج بوجود الأبناء في حياة الزوجين فأنا أقول هذا حق أصيل للمرأة وحق أصيل أيضا للزوج أن يكون ثمرة هذا الزواج الأبناء بارك الله فيك شيخ طيب توقفنا عند سؤال الاختيار نعم سؤال الاختيار يعني المشكلة المجاملة الكبرى في اختيار الزوج أو الزوجة المجاملة الاستعجال عدم التريث عدم التقصي عدم التحقق وفي الغالب تكون الضحية المرأة أكثر من الرجل في هذه القضية لأن الحقيقة الزوج له مطلق الاختيار ربما ولكن المرأة قد يكون اختياراتها محدودة معدودة صحيح لأن تنتظر من يأتيها وتميز بينهم ما الأفضل والأكمل فيهم إن كان لها حق الاختيار عند بعض الأسر لأن بعض الأسر أيضا تفتأت على حقها هذا وتصادر هذا الحق منها ولا يكون لها أيضا لا اختيار ولا قرار ولا مشاورة والقضية قضيتها والحياة حياتها لكني أنا أقول سؤال الاختيار الاختيار مبني على شروط غير معقولة ولا غير مقبولة شرعا ولا عقلا يعني بعض الناس يشترط أن تكون الزوجة من قبيلته أو من عائلته من قرابته مثلا أو من جنسيته أو من بلده أو من مصره يعني يشترط هذه الشروط في الحقيقة هي ليست شروط شرعية يعني التمحك في هذه القضية وأن يكون هو أساسة الاختيار أنها تكون من قبيلتي تكون بنت عمي مثلا تكون من قرابتي تكون من أسرتنا من عائلتنا تكون من قريتنا تكون من جماعتنا تكون من هذه القضية في الحقيقة ينبغي أن نقصيها جانبا الله عز وجل من رحمته بنا وفضله علينا أعطانا الأسس نبينا صلى الله عليه وسلم أبانا عنها إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه في رواه وأمانته فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد على إذن الاختيار ما هو الأسس اختيار الزوج هي الأمانة والدين نعم أن يكون فيه دين فيه دين فيه تقوى لله عز وجل وأيضا خلق لأنه ربما يكون متدين في بعض الحالات لكن سيء الخلق يكون متدينا لكن بخيل يكون متدينا لكن يبطش بقوة يكون متدينا لكن فيه حمق مثلا فيه سلوك فيه تعدي فيه جفاء فربط رسول الله وسلم بين الخلق وبين الدين فهذان شرطاني مهماني للغاية لكن هل الآن الناس يسألون هذه القضية يعني عندما يأتي الخاطب يخطب أول أسئلة ما هي الأسئلة أول شيء يسأل عنه الناس ماذا عندك ها بشر أنت من أي من قبيلتنا أنت كيف من 110 أو 120 أنت جنسيتك أنت إيش قبيلتك إيش نسبك إيش حسبك أنت من أي عائلة ثم يأتي السؤال موظف أو أنت موظف راتبك كم عندك شقة عندك سيارة عندك صيد في البنك تجد هذه الأسئلة المهمة هذه الأسئلة المحورية الجوهرية التي على أساسها نعم أو لا كارثة بكل ما تعني الكلمة صحيح يعني لا بأس أن تكون هذه أشياء حوافز لا بأس أن تكون هذه حوافز ومعينة على الاختيار لكن ليست هي الأساس ليست الأساس الآن البعض من الناس تقول له فلان يعني ما يصلي فقه بيهديها الله إن شاء الله بيهديها الله طيب لماذا لا يكون هذا الكلام هو ما ترد به لو كان الرجل هذا ما عنده وظيفة هل ستقول الله رزق سنزوجه مدام عنده تقوى طيب الله سيهديه لكن الله سيرزقه ألا لا أكيد سيرزقه تجد أن بعض الناس لا يسأل عن قضية الصلاة لكن يسأل عن قضية الرزق الراتب المعاش الشقة الدخل عندك سيارة عندك بيت عندك رصيد هذه الأسئلة المهمة عند الناس أسألك بالله لا يمكن أن يكون هذا الرجل يعني لديه من المال الكثير ولديه من الحسب يعني ما يذكر به ويشهر بين الناس لكن يكون قليل الإيمان ضعيف الوازع الديني فيسومها سوء العذاب صحيح يعني المجاملة في هذه القضية غير مهمة يعني نحن من الأخطاء الجوهرية تقع في هذه القضية نحن نزوج عوائل ولا نزوج أشخاص إذا جاء الخاطب ها من أي عائلة ما شاء الله عائلة معروفة مشهورة مذكورة بالخير أو نقول ما شاء الله والد من أهل الصف الأول أمهم ما شاء الله ملتزمة ومستقيمة ما شاء الله له أخ ما شاء الله في التحفيظ وطيب طيب العريس الزوج المعني بهذه القضية قل لا يا أخي ما شاء الله عائلة معروفة محترمة والله عائلة تشترى طيب سنزوجه أم سنزوجهم هذا السؤال المهم من سيكون العريس وكم وقع أناس في مصائب عظيمة بهذه القضية تجد أبوه من أهل الصف الأول من المتدينين المستقيمين الصالحين والابن مدمن مخدرات صحيح أو تارك للصلاوات هاجر للمساجد أو يعني يفعل من الأشياء البشعة والشنيعة والفضيعة ما الله بيعليه طيب لماذا لماذا نزوج عوائل ولا نزوج أشخاص لماذا لا نحقق وندقق ونسأل ونمحص في السؤال وهنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا أنه المستشار مؤتمن يعني أي إنسان سئل عن إنسان يجب عليه أن يتق الله وأن يقول بالحق ولو على نفسه حتى وإن كان هذا يعنيه أو شيء المستشار مؤتمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدو والأسور عندما جاءت إليه فاطمة بن قيس رضي الله عنها تعرض عليه قضية تستشيره خطبها أبو جهم رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له ما كان عنده مال وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه شديد غليب كناية عن إطالة السفر وعدم المكث يعني رحال وقيل أنه وربما هذا هو الراجح أنه ضراب للنساء أظن رواية في مسلم صرحت بهذا القضية أنه يضرب النساء عنيف جدا مع النساء أبان عليه الصدس عن عيب هذا وعيب هذا ثم قال لها أنتحي أسامة فكرهته أسامة مولى من الموالي وأسمر اللون جدا وفقير ولا يملك من حطام الدنيا شيئا بمقاييس الناس في الحقيقة ليس ذلك المقياس الكبير ما هو معروف بين الناس فليس له شارة ولا مكانة لا يؤبه به لا يوسع له في المجالس لا يفتح له الأبواب لا يبتدى بالكلام يقصى من حياة الناس مقاييس الناس مقاييس مختل صحيح الموازين تحتاج إلى تعديل أكيد فعلا فقال أنكحي أسامة فكأنها كرهته ثم قالها أنكحي أسامة فكأنها كرهت ذلك من رسول الله لكن ما ردت ما من طاعة رسول الله بد لكن الخيار لها رسول الله يعرض أسامة سأكمل ولكن أختصار لعايشا طيبة بشروع طيب عايشا من الجزائر سلام عليكم سلام عليكم عايشا السلام تفضلي يا عايشا اسمعك الشيخ يا شيخ تفضلي يا بنتي تفضلي أنا الزوجين تلوجي الزوجة الأولى وأنا الزوجة التامية نعم هو ينفق عنده أولاد من الزوجة الأولى و عنده ينفق عليها نفعل أولادي العز وجد الأولى المشكل بارك في المبيت لا يرasons اني بها المال عندها идAmerican هي مستاءة من هذا الأمر رحبات عند زوجتك ما شاء الله يشتم بالكلام يشتمني بالكلام يتحمل مسؤوليتي لما رحبت عندهم يتحمل مسؤوليتي يشتم بالكلام عفوني يا أختي عايشة شوي شوي لأن أنا حقيقي أحتاج إلى تمحص الكلام هو يشتمكي يسبكي يشتمكو يشتمكي أنت يسبوني يشتمني أنا كلام سيئ ويبات عندك ويتركها أو يبات عندها ويترككي لا يبات عندها ويتركها هي آه طيب فيها خير معك صحيح آيان السلام طيب طيب أختي أبشي أبشي نجيبك أختي ماشي يا عايشة طيب يا شيخ حبداللطيف أخونا محمود نطلع فاصل أبشر ثم نعود ونجيب على سؤال عائشة ثم نكمل قصة وسامة إذن مشاهدين الكرام نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نواصل معكم مرنامج وصلاتي فابقوا معنا كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمح الغبار المودة والرحمة هما بلسم الحياة الزوجية وبهما تدوم العشرة بين الزوجين ولا تخلو العلاقة الزوجية من بعض المشاكل التي لن يعجز عن حلها إذا أراد الإصلاح فإذا تعذرت العشرة فلا بأس بالطلاق أما الطلاق بدون سبب وجيه فأقل ما يقال فيه الكراها وألفاظ الطلاق منها الصريح نحو أنت طالق ويقع مطلقا ومنها الكناية نحو الحقي بأهلك ويتوقف على النية وإن قصد بالطلاق المعلق التهديد أو المنع ففيه كفارة يمين وإن قصد الطلاق وقع عند وقوع الشرط ويشهد على الطلاق والرجع قال تعالى والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة والسنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه وله أن يراجعها خلال فترة العدة في الطلقتين الأوليين فإن انتهت العدة فلا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وللمرأة إذا كرهت زوجها لسبب مشروع أن تختلع من وترد إليه المهر قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ويحرم طلبها الطلاق أو الخلع بغير سبب وجيه فحافظ على أسرتك وإن كرهت من زوجتك شيئا فتذكر قوله تعالى وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن بعثا أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كنور السلامي أتت أسرتي لتجل الظلامة وتمحو الغبا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامج أسرتي الشيخ عبداللطيف قبل الفاصل تصلت علينا عائشة من الزائر أبشر أبشر أختي عائشة لا شك أنه لا يجوز للرجل الجور في المبيت حق المبيت حق أصلي شرعي لا يسقط إلا بتنازل صاحب الحق عنه يعني أن تتنازل المرأة عن حقها في مبيت زوجها معها كما فعلت سودة بن زمع رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام وهبت عائشة ليلتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلا فإن الأصل أن بقاء البيتوتة هذا حق لها لا يجوز للرجل أن يفتأت عليها فيه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة القدوة كان يحمل بين الرجال في مرض موته وينقل من بيت إلى بيت وكان يقول أين أنا غدا كأنما يتطلع إلى بيت عائشة وبالرغم من هذا كان يحمل بين الرجال ويهادى وينقل من بيته هذه إلى هذه هذا هو العدل الذي يجب شرعا وأنا أقول يجب على الزوج أن يتق الله سبحانه وتعالى في أمرين الأمر الأول وهو المبيت العدل في المبيت ولا يسقط إلا بتنازل صاحب الحق الأمر الثاني يا أخي لماذا يسب ويشتي المؤمن ليس بسباب ولا شتاء المؤمن ليس بطعان يجب عليها أن يحفظ لسانه وأن يتق الله أهل أقرب الناس منه ينبغي أن يكثر من الكلمات الطيبة والدعوات الحميدة والأشياء الجميلة أما أن يسب ويشتم يا أخي الكريم هذا منقص في دينه وإيمانه بربه سبحانه وتعالى المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذي يعني أهلك أولى الناس بإحسانك وكلماتك الجميلة فكيف تعذب أهل بيتك حتى يتمنوا أن تفارقهم أن تغادر البيت أن يجتموا رايحة الحرية بعد خروجك من البيت لماذا الإنسان يرخص نفسه عند أهل بيته لماذا يصبح كالكابوس على قلوبهم يبتهجون بخروجه ويفرحون يعني متى يخرج عنهم ويرتاحون من عنائه وبلائه فعلا بعض الناس يدخل البيت يسب ويشتم ويرعن ويطعن ويسب هذا ويضرب هذا ويهشم هذا كأنما يقولون يا ليتنا نكفى هذا الدخول نكون في أمن وأمان حتى يأتينا هذا البلاء المستعجر يا أخي لماذا يرخص الإنسان نفسه لماذا يجعل أهل بيته يتمنون موته وسفره وغيابه عن حياتهم لماذا هو الذي يجر نفسه إلى هذا المستنقع وجعل نفسه بهذه القيمة الحقيقة التي يعني بخس حق نفسه عند نفسه بأخلاقك أعظم مسوق لك أخلاقك أعظم مسوق لك صحيح أجمل ما فيك أحلى ما فيك هي الأخلاق تعامل القيم المبادئ الناس يحبونك بها أو يكرهونك إذا فقدت منك صحيح طيب الشيخ عبداللطيف بارك الله فيك تكلمت عن نعم نعود إلى لأننا في تواليها في نهايتها نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام اقترح عليها أن تتزوج بأسامة ابن زيد رضي الله عنهما وأبان عن عيب معاوية وأبان عن عيب أبي جهم رضي الله عن الجميع أنكح أسامة فنكحته هي تخبر عن النتيجة النهائية لهذا الخيار وهذه الشورة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم تقول فلم تر منه إلا خيرا واغتبطت به يعني سرت به وجدت الحياة طيبة الرضية في اختيار خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقصودي من هذا أن المستشار مؤتمن ويجب على من استنصح في هذه القضية أن يتق الله وأن يبين عن العيوب التي يعلمها كتم العيوب غش ومن غش فليس منا ظلم فادح لا يعلمه إلا الله عز وجل ويكفي أن يتصور أن المستشار أنه لو خدع الناس مدح فلان وأثنى عليه وأخفى عيوبه التي يعلمها ستنكشف هذا العيوب بعد الزواج طيب ما هي النتيجة الناس سيدعون عليه بالويل والثبور ويلعنونه ويصبونه ويشتمونه ويطعنون فيه وفي ذمته وأمانته فلماذا يوقع نفسه في مثل هذا لماذا لا يتق الله في بياني ما يعلم من عيب ثم يجعل بنت الناس مقام ابنته أو ابنته مقام بنت الناس هل يرضى أن يغش أو أن يخان أو يخدأ يا أخي من غش فليس منا هذه قاعدة شرعية قالها خير بريه عليه الصلاة والسلام قل بالحق ولو على نفسك ولو على نفسك كن شهيد لله تبارك وتعالى بما تعلم من خير أو شر وإن لم تستطع أن تقول بالخير اعتذر قل أنا أعتذر ما أستطيع تكلم بفلال تخشى من عواقبي أو غوائلي ما يمكن أن تقول قل أنا أعتذر اسألوا غيري لكن أن تغش أن تخون أن تكتم من كتم عن عيب يعلمه فقد خان جميل طيب ناخذ ذلك الصلاة يا شيخ تفضل أخونا عبد الفتاح من تونس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالكم حياكم الله تفضل الشيخ اسمعك يا عبد الفتاح لنعم يا مرحبا يا مرحبا أخي عبد الفتاح تفضل رعاك الله شكرا رعاكم الله وحظى لا ألقي سؤال لنصمحت تفضل رجل رجل طلق زوجته طلقة من الرجعية الثانية نعم واعترضت العزة ولم يراجحها نعم أنا حكمها المختصر المفيد في مثال القضية طلقها ولم يراجعها وانتهت العدة ولم يراجعها هنا يصبح الخيار بيدها هي لو أراد أن ينكحها مرة ثانية يتزوجها مرة ثانية ويعيدها إلى عصمته فبمهر وعقد جديد وموافقة منها هذا مختصر كنا نتحدث عن موضوع سؤال الاختيار نعم سؤال الاختيار الاختيار مهم جدا يا أخي الكريم لا لا ليس فيه الجاملة كنت أقول لك في جزئية قلت تكلمت عن الغش وذكرت أن يقول الحق وإن كان عليه في قصة أنا أذكرها لك خفيفة ثم تكمل بعد ذلك أخذ أختي اللطيفة أختي اللطيفة السلام عليكم وعليكم السلام أهلاً وسهلاً أختي لطيفة تفضلي أنا مشكلة مع الزوجي أنا مزوجة 12 سنة وما عندي أولاد وأنا ما عندي مشكلة هو عنده مشكلة نعم وما عندي أم يعملهم كثير قبيح نعم نعم ماشي ماشي يا لطيفة لا لا أختي لطيفة أعيد السؤال حتى أتيقم منه تقول أنها متزوجة من شخص لها 12 سنة الآن نعم وهو لا ينجب أنه عقيم لا عيب فيه نعم نعم وتقريباً أنه منزعج من هذا الأمر يعني يقعوا عليها بالكلام شاد شاد أغريب هذا هو أغريب وعني كل كلام قاسل جداً يعاملك بقسوة الله المستعان طيب يا لطيفة طيب أبشر يجيبك الشيخ يا لطيفة نعم تعم اغتي لطيفة أنا أنصح اغتي لطيفة بالصبر عليهم ما استطاعت أما إذا عجزت عن الصبر فيجوز لها تطلب تطلب الفسخ النكاح لأن هذا حق أصيل لها يعني عدم وجود الرجل عقيم هذا عيب شرعي هذا عيب شرعي يفسخ به النكاح فيجوز لها أن تطلب فسخ النكاح لكن إن صبرت واحتسبت وأحسنت إليه فلا شك أنها مجورة ومثابة على هذا ولكن الغريب والعجيب أنه عقيم وأيضا قاسي عليها وفض غليظ يعني بدلا من أن يشكرها وبالخير يذكرها تجده قاسي عليها ومفتأة لحقوقها وأنا أقول حشف نسو أكيليا بغير الإنسان يعني أن يعوض عن هذا بهذا يعني يعوض عن حرمان من الضرية بأن يكون له رصيد من الأخلاق الطيبة معها فهذه تعدل الكفة أما أن يكون يعني لا ولد له وأيضا قاسي وفض غليظ فهذا حق لها حشف نسو أكيليا نعم لا شك حق لها أن تطلب فسخ النكاح طيب ولا تلام شرعا ولا نظاما طيب الشيخ عبداللطيف أذكر لك القصة على عجالة لا يتفضل رعاك الله يذكر لأحد الزملاء أنه حينما ذهب لخطبة زوجته الآن أمه التي أظهرت لها عيوبه ما شاء الله والدته التي قالت لمخطوبته أنه ترى ولدي فيه وفيه وفيه هذه أم صادق ومن أكثر الأشياء التي يعني جعلت والد المخطوبة نعم يعني يكمل هذا الزواج ويوافق عليه هذا هذا الأمر إنها هي أمه التي أبدت لها نعم تمام فخليه نتكلم لأ في هذه الجزئية ونتكلم كمان في جزئية النظرة الشرعية ومحتوى يا أخي الحبيب هذه أم صادقة والصدق من جاه والله في الدنيا والآخرة انظر يا أخي الكريم كل الناس يقول له لا تقول له هذا كلام حتى لا يرد الزوج لا يرد الإبن من الخطبة قالت به فزادت محبة ومصداقية عند الناس الصدق من جاه والله الصدق من جاه في الدنيا والآخرة لكن المصيبة لو أنها لم تبن عن عيوبه وكتمت ثم كشف بعد ذلك ماذا سيقال عنها سيطعم في ذنبتها وأمنتها لكن أقول عش مع الله عز وجل أصدق مع الله أب ما تعلم من خير أو شر وبعد ذلك الخيار لهم أن يقبلوا أو يرفضوا يا أخي الكريم أن يعرفوا العيوب من البداية ويختاروا أفضل ألف مليون مرة من أن لا يعلموا وينكشف بعد ذلك وسينكشف العيوب ستظهر الأيام كفيلة بإزالة هذا الستار وهذه الغشاوة عن أخلاق الإنسان الإنسان إذا استدام العشرة تتضح الأخلاق الحقيقية له لذلك أقول السلق من جاء وحسنا فعلت هذه المرأة الله يكثر من أمثالها في الأمم أما موضوع الرؤية موضوع الرؤية الشرعية هذه قضية أيضا مهمة جدا ولا مجاملة فيها المجاملة فيها مهلكة ما معنى المجاملة؟ ينظر إليها نظرة خاطفة سريعة ولا تعجبه فماذا يفعل؟ يقول والله استحي استحي أقول ما أجبتني أخشى أنه أجرح إحساسها أخشى أنه والله لا يزعلون مني ويغضبون مني أخشى أنه يكون فيه شيء في نفسيتها بعدين تدعي علي أو كذا طيب ما هو الحل؟ أجاملهم وتزوجها هذه في الحقيقة خاطرة للشيطان فيها نهمة ليست سيئة على كل حال لكني أقول ينبغي أن يكون الإنسان صادق مع نفسه رأيت هذه المرأة بهذه الصورة الحقيقية كما هي ولذلك أنا أقول ينبغي أن تكون الرؤية الرؤية واضحة واضحة ويحق للزوج أن ينظر أكثر من مرة التي يريد أن يخطبها دعي ثلاث مرات يخطبها يمكن أن يكون أكثر من ذلك لو أرأت على حسن لماذا؟ ما دامت النية صادقة في أنه يريد الزواج يريد العفة النية مع الله والله علم بما في صدره صحيح إذا كانت النية الزواج الخطبة فيجوز له أن ينظر إليها مرة أولى ما استطاع أن يستبين منه من تلك الرؤية المعالم ما وجد فيها ما يجذبه إلى نكاحها يحق له أن يطلب مرة ثانية الرؤية ويحق له مرة ثالثة حتى يتأكد إما أن ينظي أو أن ينصرف ما دامت النية صالحة سأتكلم عن هذا القدر اسمح لي ما في شيء يا أخي الكريم قد يجاملها اليوم لكن بعد أيام من الزواج ستنكرف حقيقة هذه المرأة له ثم ماذا بعد ذلك؟ سيقول يا ليتني أو أن يسيء إلى هذه المرأة وأنا أقول سيجرح كرامتها بعد ذلك سيجرح كرامتها حقيقة ربما تتألم في البداية لأنها لم تعجبهم ستتألم لا شك أن المرأة تحب أن تكون أجمل النساء لكن أقول يا أخي الكريم ربما لا تعجبه لكن ستعجب غيره صحيح الله عز وجل سيجعل هذا في قلوب عيون الناس سيهيئ سبحانه وتعالى الأسباب لأن يأتي إنسان ويعجب بها ويرأنا هي أكمل النساء في نظره وأجمل النساء في عينه لكن مشكلة لما نجامل في البداية نجامل في البداية ثم بعد ذلك يقول يسبها يشتمها يطعم فيها وفي شكلها وفي صورتها يا أخي الكريم هذا لا يجوز مطلقا هذا حرام شرعا هذا حرام شرعا لذلك انظر مرتين وثلاث المغيرة بن شعبة نعم عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ناخذ القصة لسؤال للتصال بعد ذلك طيب عبد الفتاح من تونس سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام لا أسمحني أني سأدد الضغطي اتفضل اتفضل عبد الفتاح لا أسمح لم أسمع الجواب الشيخ أبشر أبشر نجيبه طيب نجيبك نجيبك عبد الفتاح نجيبك عبد الفتاح نجيبك نقول بعقد جديد ومهر جديد ويشترط موافقة هذه المرأة هذا أصبح حقها زمام أمرها بيدها كانوا زواج جديد أي زمام أمرها كانوا زواج جديد لكن بمهر جديد وعقد جديد يعني هو الآن يسأل إذا هو مرجعها الآن تصبح الآن مطلقة تصبح طليقة طبعا طبعا إذا انتهت العدة ولم يراجعها في فترة العدة أصبحت مرأة جنبية عنه تماما يعني الآن في حارة عبد الفتاح هي زوجته الآن هو تركها انتهت العدة تماما نعم انتهت العدة الآن إذا أراد أن يعيدها إلى أصمتها ويخطب يعقد أصبحت فيها الآن مرأة مرأة جنبية تماما جنبية يعقد عليها ويدفع لها مهر ويشترط الموافقة منها خلاص إذن عليك بعقد لكاح جديد يعني ما الفرق بينه لو أنه أراد أن يرجعها في زمن العدة في زمن العدة ثلاثة قروة مثلا فإنه لا يشترط موافقة المرأة نعم ولا يعطيها مهر جديد خلاص يشهد عدليني أني رجعت فلانا إلى أصمتي أو يصيب منها ما يصيب الرجل من زوجتي أنت رجعت إلى الزوجية لكن إذا مرت العدة ولم يراجعها لم يراجعها ولم يشهد على إرجاعها فبالتالي تصبح امرأة يجب عليها إذا أراد للزوج بها أن يعقد عليها عقد جديد وأن مهر جديد والموافقة منها وعلى ما يتفقون عليه شعب طيبنا أعتذر منك نأخذ فاصل ثم إذن الله نواصل حديثنا في هذه الجزئية إذن مشاهد الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ثم نواصل معكم أتبقى من برنامج أسرتي فابقوا معنا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاة وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب والذي شرحه الكاساني في بدائع الصناع ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في الزاوية الأخيرة من برنامج أسرتي في هذه الحلقة التي عنوناها بالطلاق شيخ عبد الرطيف قبل الفاصل تكلمت عن قصة المغيرة المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه خطب امرأة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره فقال هل نظرت إليها؟ قال لا قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أحرى أن يؤدم بينكما يعني حتى تستديم المودة والعشرة بينكما انظر إليها فأمره عليه الصلاة والسلام وهو أعف الناس وأشرف الناس عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب إلى المرأة وأن ينظر إليها وأن ينظر إلى محاسنيها وما يدعوه إلى نكاحها بل يقول صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد أيضاً أخبر النبي عصب أنه خطب فقال له عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة واستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل لذلك جابر رضي الله عنه يقول اختبأ لها كانت تذهب تستقي تستعد بالماء من البير فاختبأ لها خلف صخرة ينظر إلى ما يعجبه وما يدعوه إلى نكاحها هذا حق شرعي أن تتمضي هذه الأمور على السرية وعدم الوضوح هذه مشكلة بعض الناس يقول والله نعم شفتها لكن شفتها ورأيتها أهلها بجوارها أبوها أخوها عم وطربت وما استطعت أستبين هذه المرأة ووافقت ثم بعد ذلك ينظر إليها بعد الزواج وهي لم تملأ له السمع ولا البصر ولا تعجبه ولا يستحسن منها ولم يكن كذلك الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى نظر إليها سرته بالتالي يا أخي الكريم قد تستحيل حياة الأسرية بينهما إلى جحيم لا يطاق قد يجد لنفسه مبرر بعد الزابع عدد العشرة بعد النكاح بعد العقد بالإساءة إليها يجد لنفسه مبرر وإن كنا لا نجد له مبررا لكن إذا رآها وتيقن من رؤياها قبل الزواج انتهت القضية لا يقول والله ما أشفت أو فيها عيوب ما رأيتها لا لذلك أبو هرير رضي الله عنه يحكي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني خطبت تزوجت امرأة من الأنصار فقال له عليه الصلاة والسلام هل نظرت إليها؟ تأمل من يسأل هذا السؤال المهم لأنه يعلم أن الحياة السليمة مبنية على التلاظي والرضا والقناعة هل نظرت إليها؟ قال لا يا رسول الله قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ما هو الشيء الذي في أعين الأنصار؟ الأنصار من الأزد كان في أعينهم شيء من الخضرة أو الزرقة وكان العرب يعتدون أن ذلك من العيوب في النساء لأنهم كانوا يمتدحون المرأة الحوراء شديدة البياض البياض وسواد السواد في العين وكانوا ينظرون التي فيها خضرة أو زرقة أن هذا عيب في عيوني فقال عليه الصلاة والسلام إذهب فانظر فإن في أعين الأنصار شيئا أبان له عليه الصلاة والسلام عن عيب في عيون الأنصار لأنه تعال انظر إذا اقتنعت ليس لك بعد ذلك أن تقول والله ما عجبت ما شفتها ما تأكت منها ما رأيت يعني يقطع له اقطع على الشك باليقين انظر إليها مرة مرتين ثلاث لا مجاملة في هذا القضايا طيب يا شيخ تسمح لي تفضل كما أن للرجل حق في أن ينظر لمرأة كذلك الحق للمرأة أن تنظر إلى الرجل هذا زوجها هذا التي يصطفيه من بين رجال الناس إذا لابد أن تنظر إليه أن تنظر إليه حتى تملأ منه العين تتأكد أن هذا الرجل سيكون بالنسبة لها شيء جاذب لها مالك لقلبها أما أن المسكينة يفتأت لحقها ولا تراه ولا تنظر إليه وربما لا ترى منه إلا يعني ربما نظرة خاطفة سريعة لا جابري يقول فاختبأت لها يعني جلس متخبي حتى ينظر إليها هل هذه التي تصلح لي مرة مرتين ثلاث أربع لا يمنع مادة بالنية صحيحة والله عليم لا تكلم عن إنسان خبيث ينظر إلى بنات الناس ويتشاهن هذه ثم ينظر إلى الثانية والثالثة عبثا هذا ليس الكلام عنه تحدث عن رجل صادق تحدث عن رجل صادق في نيته والله عليم ما في صدره صحيح وما يدر وما توسس به النفس فذهب ينظر مرة مرتين ثلاث انظر هل تعجبك هل ستملع عليك السمع والبصر هل ستقتنع بها في مستقبل أيام أم أنك اليوم تجامل وتستحي ثم بعد ذلك تجرح الكرامة وتخلش قلبها في كل نظرة وفي كل كلمة وفي كل موقف يعني اجرح في البداية حتى يعني حتى وإنه ما هو جرح يعني لكن قل ما تريده في البداية حتى وإن كان جارحا لها وإن كان كما تعتقد لكن لا تقع معها فيما بعد في أمور نعم نعم وقت الزواج طيب نأخذ معنا صاليل الأول من محمد من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أريد إستاذ الشيخ في موضعك فضلي اسمعك الشيخ هناك إمرأة متدينة وتحت زوج قليل الدين وهي كارهة له ومعاملته سيئة معه ومعه أولاه أريد إستاذ الشيخ فقط نصيحة ماذا تفعل طيب أبشر إذا هي متضررة أريد منكم نصيحة أبشر أبشر يا أم محمد أبشر نجيبك إن شاء الله نجيبك الشيخ طيب نأخذه مع عبد الرحمن كذلك من السعودية معبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سلام شوفت والثاني لوم انها لا تجملها تحط تكملها بالمكياج وتكملها بزينة غير وقتها الطبيعي الله يحسن اليكم عبد الرحمن ملاحظات رائعة جدا تخليها تطلع بطبيعتها علشان يستقنع الزوج صحي وهم بعدين يشوفهم بعدين يجي مشاكل وحصات عندنا ناس كثيرين تحط مكياج أو رجال منتزم تربسها ملابس عارية وكذا بعدين يتراجع الزوج منها ووجه كلمة للمهات أن يحافظون على ابنيهم من الملابس العارية من الملابس الفاتنة وأسعر الله من العظيم العظيم رب العظيم الكريم منكم أنتم يا مشايخنا الكرام الله يزاكر الخير معبد الرحمن شكرا شكرا لك معبد الرحمن ليتها أتمت معبد الرحمن كلامها ما شاء الله كلام طيب بارك الله فيها ليتها أتمت هذه الكلمات المباركة تخرج من قلب صادق ومن لسان ذاك لله عز وجل ومن امرأة محافظة على بيوت المسلمين جزاك الله عنها خير يا عبد الرحمن يعني في هذه الجزيرة ذكرتها معبد الرحمن يعني فيه رجل فعلا جعل المتقدم لابنته فتح له الشباك الشيخ وقال له انظر وهي ما تعرف وخلا يشوفها من باب أنه يشوفها على طبيعتها والشيء الثاني خايف على مشاعر بنته أنه تعرف أنه جاء واحد ورفضها لا بس هذه وسيلة شرعية وجائزة شرعا أن يراها على حقيقتها كما هي ذكرتهم عبد الرحمن كلمة جميلة ونعود إن شاء الله لأخذنا من الجزائر لكن ذكرتهم عبد الرحمن نقطتين مهمة في موضوع الرؤية الموضوع الأول سرية أن يتق الله عز وجل في ما رأى أن لا يتحدث عن بنات المسلمين لأن هذه حرمات ويجب عليها أن يتق الله فيها هذه أمانة الله عز وجل استودعه إياها لا يجوز له أبدا أن يتكلم عبد الناس شفتا والله ما عجبتني والله دب والله متينة والله سمراء هذا حرام لا يجوز هل يرضى هذا في اخته أو ابنته مستقبلا لا والله ما يرضى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه هذه من الأسرار التي سيسأل عنها أمام الواحد القهار في يوم القيامة القضية الثانية فعلا تزين المرأة تأتي ما شاء الله في الرؤية الشرعية بوجه غير الوجه الذي يعرفه الناس تأحمر واخضر واصفر ثم تأتي كانت امرأة أخرى فإذا غست وجهها يعني عادت إلى ما كانت عليه يعني أحد الأخوة يقول خطب بانتخالته بانتخاله فما شاء الله ورأها الرؤية الشرعية ما شاء الله مصبوغة بكل لون وبكل شكل وبعد الزواج في يوم الزواج في الصباح يعني سألوها كيف وجدت قال ما شاء الله خالي إلا أنه بدون مكياج خالي فلان إلا أنها بدون مكياج يعني القضية هذه مهمة يا أخي الكريم أن نتق الله عز وجل في عدم خداع المسلمين ترى كما هي إن رضي بها كما هي فبها ونعمة وإلا فيمكن يأتي من يرضى بها ويقتنع بها وتكون بالنسبة له أجمل النساء وتعمر بها الحياة جميل طيب محمد قالت أنه الكره نعم تدينة تحت رجل قليل الدين نعم أنا أقول يا أختي الكريمة الضابط في هذا هو حجم الكره هل الكره هذا خفيف وعارض ويمكن السيطرة عليه أنا أقول افعلها حاول أن تسيطر على المشاعر والعواطف حتى تستدين من حياة الأسرية وخصوصا أن بينكم أولاد وعسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكره شيء ويجعل الله وهو خير لكم يعني أنا أقول ربما لا يكون تكون نجاة الآخرة إلا بها ولا الذرية الذي جاءوا من هذا الأب صحيح ربما لا يكون دخول الجنة إلا بالصبر على هذا الزوج للحفاظ عليه وعلى أبنائه يعني هناك إضاءات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤنمون إن كريها منها خلق رضي منها يعني لا يمكن يجتمع الشر في هذا الزوج فيه بعض الإضاءات وفي بعض الأشياء المزعجة المحفزة إلى فراقه فأنا أقول ضابط الكره مهم جدا أما إن وصل الكره إلى لحظة من الحالات أن ربما تفتن المرأة في دينها يا الله ربما تفتن في دينها ربما تتعرض للسوء أو القولة الفاحشة أو ما استحلت الحياة الأسرية بينه وبينها ظنت أن لا تقيم حدود الله معه هنا يجوز لها أن تخالعه تفتدي نفسها كما قال عليه الصلاة والسلام لأظن فاطم من تقيس عندما قالت يا رسول الله والله إني لأكره الكفر في الإسلام يعني أنا ما أحبه أنا أكره كفران المقصوب بكفران عشير أكره يا رسول الله قال أتردين عليه حديقته قالت نعم يا رسول الله قال أطلقها يا الله تقول إني أكره يا رسول الله يعني ما أحتمل ما يمكن أن أحتمل جسدي يلامس جسده أو أنفاسي تشتم من أنفاسه يصل الكره إلى هذه الدرجة في بعض الأحيين أن المرأة تكره الرجل إلى درجة لا يمكن أن تعيش معه في كنف واحد يخاف عليها طيب يخاف عليها الفيتنة يخاف عليها أن ترتكي بجناية أو جريمة يخاف عليها من الأمراض النفسية المعطبة نقول لا يا أخي الكريم الحياة الأسرية عندنا ليست سجن خانق وليست زواج كاثوليكي يعني لا ينتهي إلا بالطلاق إلا بالموت لا جعل الله لها مخرجا تفتدي نفسها كما أبان الله طيب شعب الرطيف نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة رسالة توجهونها نحن نسالة سريعة المشاهدين نحن ما زلنا في بداية الطريق في موضوع الطلاق يعني نحن ما زلنا في بداية الطريق في قضية الطلاق الطلاق بهذه الأحصيات المفجعة المفزعة تحتاج مننا إلى حديث مرات وكرات اليوم تحدثنا عن بعض الأسباب بعض الأسباب قبل وقوع الزواج سنتحدث إن شاء الله في الأسباب القادمة بإذن الله عن أسباب في حال الزواج وبعد استدامة الحياة الأسرية وسنذكر هذا لماذا يا أخي الكريم نحتاج أن نفهم الأسباب الموجبة للطلاق حتى لا نقع فيها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر أحرى أن يقع فيه الحذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني طيب الشيخ إن شاء الله نعدل لإخوة المشاهدين ومشاهدات بأن هناك استكمالا لهذه الحلقة سنستكمل إن شاء الله لا أقول في حلقة واحدة بل حلقات عدة إن شاء الله لأن في ذلك بإذن الله حماية لبيوت المسلمين من الوقوع في هذه الأفحة شهد لطيف من هدس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البيض أشكرك شكر جزيل على ما أثريتم لهذه الحلقة من نقاط في مسائل الطلاق شكرا جزيلا لكم وأنا أشكرك وأشكر إخواني وأخواتي الذين شاركون وأسعدون بسمع أصواتهم وشكر الله لكل من أكرمونا بالمشاهدة لهذه الحلقة وجمعنا الله وإياكم على خير والحمد لله وصلى الله على سيدنا وصول الله إذن مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أسرتي يوم الأحد القادم وعند التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة إطلالة جديدة من هذا البرنامج إلى ذلكم الحين أترككم أنا عمر بن زكب القاسي في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام أتت أسرتي لتجل الظلام وتمحو الغبار لتجل الظلام وتمحو الغبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر